ما انقفل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي راجعا من زيارته الى الولايات المتحدة حتى حطت طائرته في مدينة البصرة في محاولة لتدارك الاوضاع التي اججتها عمليات الاغتيال التي طالت عددا من نشطاء ثورة تشرين في البصرة ومدن عراقية اخرى الكاظمي تعهد فور وصوله بمحاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال والقبض على من تسببوا بمقتل الناشطين رهام عقوب وتحسين اسامة وغيرهم من المتظاهرين الذين ازهقت ارواحهم خلال الايام الماضية واستعجز حكومين عن ملاحقة القتل مع علم الجميع بهم وبالجهات التي تقف وراءهم تعهدات الكاظمي لم تكن الاولى فقد سبقها سيل من الوعود التي لم يرى العراقيون منها شيئا على ارض الواقع اخرها تلك التي اطلقها الكاظمي اثناء ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في مدينة البصرة منتصف تموز الماضي لكن ما حدث بعدها كان اسوأ حيث يؤكد مراقبون ان الميليشيات الموالية لايران حركت فرق اغتيالاتها في وسط وجنوب العراق لتصفية الناشطين المطالبين بخروج العراق من دائرة الهيمنة الايرانية زيارة الكاظمي للبصرة جاءت كمحاولة منه لتهديئة التظاهرات الغاضبة التي خرجت تنديدا بعمليات الاغتيال وامتدت من البصرة الى محافظات اخرى ابرزها ذيقار حيث يؤكد متظاهر ثورة تشرين انهم شبعوا وعودا من هذه الحكومة ومن التي سبقتها وانهم لم يجدوا سوى المزيد من دماء الابرياء التي تسفك بدم بارد تعقبها ضجة اعلامية ثم ينسى كل شيء رد فعل متظاهري ثورة تشرين على وعود الكاظمي جسدها الثوار في البصرة وبغداد وذيقار وغيرها من المحافظات الثائرة عبر تصعيد الحراك الشعبي مؤكدين ان التصريحات التي تريد ذر الرماد في العيون وتحاول تخدير الوعي الشعبي لا تعنيهم في شيء وانهم ماضون في ثورتهم حتى القصاص من قتلة المتظاهرين واسقاط الطبقة السياسية للفاسدة بكل احزابها وميليشياتها المجرمة ترجمة نانسي قنقر